اشتركوا في القناة 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 مع بعض اللامحات الجيدة من اللاعبين زي مصطور فاتحي اللي بقدم لكل تحية واللي أظهر شخصية كبيرة في لحظات صعبة ساعدت زملائه إنهم يقدموا شيء أفضل ولو قليلاً في نهاية المباراة ويتجاوزوا الفتر اللي كانت فيه النتيجة 5-1 كانت ممكن تبقى الأمور أصعباً كده أما الأشياء السلبية فهي لو تعدوا ولا تحصى عشان ما تفتكرنيش ناسي اللي حصل أو ما تفتكرنيش يعني إيه مسامح اللاعبين على اللي احنا شفناه كمان المدرب المدرب دخل مجرد تكتيج ساعدة منافس كتير قوي ثم دخل في مخاطرة كبيرة جداً في الشوت الثاني مرت على خير المخاطرة قتت أكلها زي بيقوله لأن في النهاية زمالك سجل 3 أهداف في الشوت الثاني لكن كمان هو ما تحركش في لحظات حاسمة جداً بعد تسجيلنا الهدف الأول مع إقراري بالتوفيق غير العادي وتأثير حارس الماما في نفس الوقت في لقطة الهدف الرابع مباشرةً اللي قتلت فكرة العودة بعد هدفنا الأول لاحية الأمال ولو قليل وما بين هذا وذاك في لعبين كتير جداً كانوا خارج نطاق الخدمة وكان على المدرب أنه يتحرك بشكل أسرع وأقوى لإدراك الأمور قبل فوات الأول بص يا عطا أنا مشجع أولد سكول شوي الهزيمة هزيمة وخصوصاً من المنافس التقليدي لا الهزيمة مش يعني آه طبعاً إحنا كنا في الحلقة اللي فاتت بن طالب يعني قلنا بالحرفية ما تتعاملش بردة فعل كبيرة سواء فست أو لا قدر الله خسرت النهاردة إحنا مع الخسارة ردة الفعل الكبيرة اللي إحنا كنا بنطالب بعدم اتخاذها هي تخص ممكن إدارة النادي والجمهور ما يهدمش المعبد ولكن لازم نقطة زي ما أنت بتقول إن ردة الفعل من الجمهور ما تبقاش مبالغ فيها ولكن الهزيمة قاصية دي هزيمة من المنافس اللي هي بتفضل تتعد وتعد عليه فالمطلوب اللعبة نفسها بقى زي ما أنا بطالب إن الإدارة تحميك والجمهور يحميك ويكون سايبك برضو تعوض أنت أخطائك لا لازم اللعيب يعرف إن هو خسر مباراة ديربي ضد المنافس التقليدي وبنتيجة هي آه فريق هدفين ولكن في النهاية أنت استقبلت خمس أهداف رقم كبير جدا مطلوب ليه رد فعل رد الفعل من اللعيبة إنت اللعيب إنت اللي خسرت يعني هو كنادي إحنا داخلين النادي ككل خلينا نقر إن الظروف جوه نادي الزمالك مش أفضل شيء ولكن إحنا الخسارة النهاردة كانت جوه الملعب فأنت كلعيب إنت اللي مطالب إن إنت ترد الهزيمة دي تردوها إزاي عند الدوري إنت برضو زي ما قلنا إحنا في الإسبوع التالت لو في حاجة وحيدة يعني نبص كده إيه مش الضول في نهاية النفق ولا نص الكبال المليان في حاجة وحيدة بس إنه هو إن إحنا لسه في الإسبوع التالت وعندك فترة توقف إنت مطالب إنت كلعيب وقفة مع نفسك ومديرك الفني مطالب بوقفة علشان ينتج نسخة أفضل من الفريق الفريق كان وصل لمستوى معقول والفترة اللي هي قبل الماتش ولكن في الماتش حصلت فيه أخطاء كبيرة أعتقد حنيشة في الفقرة الفنية ولكن في حتة تانية غير دايماً الحاجات الفنية لأ اللعيب مطالب من بداية المباراة الإسماعيلي بعد التوقف الدولي نحن نشوف ردة فعل اللعيب إنت في السنة اللي فاتت لما خسرت ديربي الدور الأول كان عندك ردة فعل كويسة حتى في ديربي الدور التاني لعبت بشكل أفضل فأنت مطالب بردة الفعل دي ردة الفعل اللي تسمح لك تعود الفرق الثلاث نقط اللي إنت خسرتهم في البداية تعود الهزيمة اللي يعني لا وجهين تحس أنها قاسية لأن أنت استقبلت خمس أهداف ولكن تبصد النقطة تانية إنها فرق أهدافين لا هي قاسية فأنت مطالب أنت تعوضنا كلعيبة بقى كمدير فني كإدارة تتحرك برضو مع الفريق عشان تحطه في ظروف أفضل لأن خلينا نتفق دايماً إن هو النادي ككل اللي خسر فأنا عايز برضو شوف ردة فعل مش عايز نقف يعني إيه نقول إيه عدت على خير ومعدتش على خير لا مفيش هزيمة بتعدي على خير الهزيمة هزيمة والهزيمة من المنافس التقليدي هزيمة مطلوب مننا إن إحنا نقف عندها نشوف كل واحد أخطأ في إيه ونشوف برضو في نفس الوقت نتصلح إزاي المعبد ما تهدش ولكن فيه حزن ولازم نحترم حزن الجمهور ولازم نحترم إن الجمهور وهو حزين برضو بيسندك فأنت لازم تورينا كنادي ككل إن إنت نادي قادر على تجاوز هزائمك إنت السنة اللي فاتت عوضت فرق النقاط بس الرفاهية من المنافس يخسر نقاط كتير مش موجود على طول فإنت مطالب إن إنت توقف أي نقاط تانية إنت خسرت تلت نقاط وقف لي ده عندك لسه كمان خمس مباريات قبل الدورة حيتوقف حيرجع على ماتش صعب الإسماعيل في إسماعيلية لازم من دلوقتي تكون مركز على تصحيح كل أخطائك الزمالك مطالب بمصالح الجمهوره والجمهور مطالب إن هو زي ما التف حوالين اللعيبة لازم برضو اللعيب يعرف لأ إحنا زعلنين وزعلنين لأن فيه حاجات فردية مع الحاجات الجماعية كانت ممكن أن تجنب الزمالك المنظر اللي كان عليه الفريق ككل زي ما كان فيه ردة فعل اللي اللعيبة نفسها جوه الملعب والنتيجة كانت سيئة يعني فيه إنت قلت حاجة جابية جدا اللي هو إيه التماسك الفريق ونتيجة خمسة واحدة دي ردة الفعل اللي كانت جوه الملعب بس ردة الفعل دي خلت الهزيمة تبدو أفضلا بفرق هدفين بس ما فيه هزيمة أفضلا أقل قسوة يعني أقل قسوة بالظ滑 فأنا عايز زي ما ردة الفعل كانت في الملعب النهاردة مخلت المنظر العام يا عدي لا أنا عايز ردة الفعل لتخلي المنظر العام كويس اللي هو رغم إن أنا اتهزمت أقدر في النهاية ما أبص لنهاية الموسم سواء البطول الأفرقية اللي بلعب عليه سواء الدول اللي بلعب عليه أبص أقول إنها هزيمة وعدت زي السنة اللي فاتت أما خسرنا الدور الأولاني كانت هزيمة وعدت وزي في 2014-2015 أما خسرت مباراة الدور الثاني كانت هزيمة وعدت فأنا عايز في نهاية الموسم أقول هزيمة وعدت الإجابة دي تكون عند مين؟ عند الجهاز الفني؟ عند إقدارة النادي؟ عند لعيب الزمالك اللي إحنا برضو بنأكد على إنه هم ذوي جودة جيدة ولكن لازم يعرف إنه هو علشان يتماسك لازم مطلوب منه جهد جهد في التدريبات وجهد في المباريات وجهد بره الملعب لازم اللعيب يبقى عارف برضو إن أنا مطالب بالمية عشرة في المية خلينا نقول دايما إن الزمالك في الظروف اللي هو عدم وقف القيد وعدم إبراد متعاقدات اللعيب عليها حمل فالحمل ده مسئولية إحنا كلنا ثقة فيهم في نقطة واحدة بس إنه هم على قدر المسئولية اللعيب كان فيه حاجات بتظهر إنه هو يقدر يقدر يديك أحسن من كده لو أنت أخفقته في مباراة ماشي بس أنا مش عايز تستسلم للإخفاق ده لفترة طويلة وتبقى دوامة ويبقى فيه كرة جليد كده انحضر وتقدر تنحضر وراها وفي نفس الوقت مش مطالب إنه يبقى فيه طبطبة زيادة يعني في النهاية النهاية أنت في الملعب خسرت فيه منافس ليك اتفاق عليك في تفاصيل أنت لازم تبقى عارف إنه فيه حاجات أنت أسرت فيها وفيه حاجات أنت تقدر تعملها أحسن مما عملتها من ده لنا بالضبط عايز أكد عليه أنه أنت في النهاية ما فيش تبطبة لأنه أنت بتلعب في نادي الزمالك نادي الزمالك اللي الهزيمة الكبيرة فيه ما بتعدش بسهولة أنت لازم تظهر رد الفعل اللي تقول أنه أنت فعلا ندمان على اللي حصل أنه أنت فعلا اللي حصل ده كان دي أوف مش أنت خلاص قابل بالهزيمة خليفة حتى بقول الماشي دي بيقولها على مضد فلما يظهر المشجع خليفة أو يظهر المقدم خليفة أنه هو على مضد قاب يعني حيعدي الموضوع فهو بشرط هو موجود كده إيه بإذن أو مع وقف التنفيذ يعني فكرة أن أنا أتقبل أو أعدي الهزيمة دي مع وقف التنفيذ لحين ما أشوف اللي بعد كده اللي بعد كده لو ما أظهرش اللعبين ما أظهرش كل عناصر اللعبة في نادي الزمالك ما أظهروش ردة فعل كبيرة الهزيمة دي مش هتكون يعني حاجة تمر بسهولة لأنه هي الهزيم دايما مش حاجة كويسة الناد الزمالك ما يقبلش أبداً الهزيمة طبعاً يتقبلها في حلقة لأنه هو كان أسوأ لكن أصلي ما يقبلش أنه هو يكون نادي بيخسر كتير نادي بيخسر من المنافس أو في الدربي لأن الدربي ده دايماً بنقول ليه طعم خاص دايماً الهزيمة سواء الزمالك يفوس على الأهل يقول لها الفوز على الزمالك ليها طعم خاص بالتالي لازم اللعبين يظهر ردة فعل دي ولازم المدرب يظهر ردة فعل السنة اللي فاتت لو تفتكر كارتيرون قال أنا أبديت ندم باستهب اسلوب اللعب وراجل أظهر ردة فعل كبير مفروض اللعبين نفس القصة مفروض الإدارة نفس القصة تتحرك فيه نقطة في الإدارة فيه نقطة في الإدارة اللي أنت بتتكلم فيها لو فيه طريقة للعلاج خلينا الزمالك ما قوف من القيد خلينا متفقين على النقطة دي ولكن لو فيه بتألف في دفاترك القديمة وفيه ورقة كلنا نحن عارفين إن هي فيه صفقة ما الوحيدة اللي أنت ممكن تبرمها لعب الزمالك المعار لجلطة سراي مصطفى محمد لو فيه option إن جلطة سراي ما أنهاش التعاقد معاه بالشراء النهائي لا الزمالك محتاج مهاجم زي مصطفى محمد أنا بديك مثال طيب نفترض يعني زي ما نقول جلطة سراي هو اللي حسم الأمور خلاص أنا بيجي حقول لك أنت كإدارة هتعمل إيه بس أنا بقول لك أنت كإدارة لو متاح ليك إن أنت تستفيد من إن مصطفى محمد مش في أفضل حالاته مع جلطة سراي ومتاح ليك إن أنت ترجع تتفاوض عليه لا الزمالك محتاج مهاجم بكوالة مصطفى محمد تاني ما فيش قبشان تاني أنا ما أقف من القد مرت في الصيف وتاني في يناير فنرجع تاني تاني بأكد لو في حلول فتبقى الإدارة لا تتوانى عن الحل ده طبعا وعايز أقول برضو إن لو في حالة عدم حل أو عدم موجود هذا الحل أو يعني كان حل مش وقائل في حالة إن جلطة سراي كان ضد حاجة زي كده في نهاية اللعبين دول هم لاخدوا الدور بل العبين دول هم مسؤولين قدامنا إن هم يقدروا يتكرروا الإنجاز ده أو يقدروا يظهر ردة الفعل لأننا منتظرينها دي هي هزيمة في كل الأحوال يا جماعة هزيمة مباراة النسيان يوم للنسيان يوم حنفضل فاكرينه لغاية لما مع وقف التنفيذ أو حنفضل نسيينه لغاية مع وقف التنفيذ فكرة إيه؟ إن أنت دايما تظهر لنا ردة الفعل حنشوف بقى إيه اللي حصل في المباراة دي في الفقرة الفنية بإذن الله بعد الفاصل ونرجع لكم تاني مشاهدين الكرام رجعنا تاني بفن وهندسة وده دلوقتي معدنا مع الفقرة الفنية اللي هي حتخص مباراة الليلة اللي كانت بين الزمالك والأهلي وللأسف انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة خمسة تلاتة خلينا برضو نأكد تاني زي ما كنا بنأكد في المباراة السابعة ندي تلك اللي هي المباراة الثالثة التي لعبها الزمالك دون أن يجمه شيكبالة الذي تم إيقافه ثمانة مباريات دون تحقيق ودون حتى أن يقر الطرف المعتدى عليه بأنه تم الاعتداء عليه على فكرة أنا قلتها في كل مباراة الزمالك لعبها وبعمل العداد لأنه ما هزال يتقاف شيكبالة لازم تنتهي قبل ما نتكلم في الأمور الفنية كلها إحنا كزمالكوية مش مرضى بنظرية المؤامرة الزمالك تلقى النهاردة الهزيمة ما فيه زمالكاوي بيتكلم عن أسباب الهزيمة غير فنية بنتكلم عن لعيبة بنتكلم عن مدرب بنتكلم عن ظروف جوه نادي الزمالك محدش يعني بمعنى تاني أنا ببقى خسران عادي وطبيعي بطلع أقول إن الخسارة نتيجة كذا وكذا وكذا وده اللي ممكن حنقشوف فقرة الفنية في المرات بقى اللي أنا ببقى بتكلم فيه عن التحكيم كجمهور الزمالك وكذا بيبقى فيه فعلا أمور تخص التحكيم وده زي ما بقولك كده يعني رغم إن المباراة ما زي كان فيها لقطة جدلية بين كرة أشرف بن شرقي وأكرم توفيق بس ما فيش حد الزمالكاوي قال لك أنا خسرت عشان ده بالعكس محمد عدل حسب النهاردة ضربتين جزاء على الزمالك وحسب ضربتين جزاء للزمالك فيش الزمالكاوي قال حتى إن الحكم كان ليه دور في المباراة سلبي أو أي شيء لا الزمالك بإحنا كذا ملكوية بنتناقش في اللقاء نفسه وبنقول اللعيف ده عمل كذا وكان ممكن المدير الفني يختار اختيار كذا وكان ممكن ده فده يعني إيه زي ما بحقول تاني إنه هو دليل حي بيفضل يقدم إن الزمالك ما بيقفش واحتجاجاته مش وهمية سنة اللي فاتت حتى في ماتش الدور الأول الزمالك خسروا اتنين واحد ورغم إن كان فيه برضو لقطاتها برضو الكلام كان فني هو أحنا ليه أصلا دايما بنقتر إحنا دايما نقوم ندفع النفسية في النقطة دي بينما ممكن حتى نشتكي من التحكيم هو عمره ما حس إنه هو مضطر يدافع يعني فهم أصلي لا والفكرة عددت دربات الجزاء دلوقتي بقى عادي يعني الفكرة في حاجة يعني إحنا مثلا مثلا يعني ما كنت بتاخد دربة الجزاء مستحقة خلاص دربة الجزاء لا لنأخذ دربتين جزاء محدش يتكلم بالعكس ممكن باللوم اللعب اللي اختكى بدربة الجزاء محدش بيقول مثلا أنت حساب لك دربتين جزاء عددت دربات الجزاء ده طبيعي ممكن أنت تستفاد من أخطاء تلعب حاجة عادي دربتين جزاء وخمس دربات جزاء في الماتش وتولي الموسم لو خدت مية دربة جزاء المهم صحتها وعلى فكرة بالمناسبة حتى لقطة بن شارق دي وإحنا بنقشها ولما نقول حتى إن المخرج عادة من لقطة من زاوية واحدة على فكرة أنا كنت شايفة ضربة جزاء خالص لما شفته ولما جاء الستوديو التحليلي شفت اللقطة تاني شفت إن فيه خطة من كان أكرم توقيع هنقول لقطة جدلية لا لا مش عايز أقولي عايز أقولي إن حتى لو شفت إنها ضربة جزاء إحنا ما قلنا ما قلنا نجد ديها سبب الهزيمة خالص طب فدائما بحس بدي إن إحنا مضطرين ندفع عن نفسنا في حاجة إحنا عارفين كويس أو إن إحنا لما بنكون حاسين إن دي سبب الهزيمة ممكن نتكلم ولما بنقش القرارات تحكمي عموما برضو بيكونش ضروري إن إنت بتعاول عليها أو بترميها على موضوع ضربة جزاء يعني لو شفنا اللقطة عموما إلا برضو بأكد من جديد إن إحنا مش شايفين إن هي سبب الهزيمة طبعا الزاوية دي ما تبينش خالص حاجة عش كده لما تعادت من لقطة واحدة سريعة ما حستهاش ضربة جزاء بس لما جابوا اللقطة بص هنا الرجل الرجل دي الرجبة بتاعت أكرم توفيق حاس شفتها خبطت رجل بنشاري والمخرج مدين ليك بزوايا كتير أنت عندك عشرات الكاميرات ولا كاميرات كتير أكتر مع عشق كاميرات مدين ليك بيليجيب لك كذا لقطة أنا شفتها ضربة جزاء لكن برضو مش بقول لك دي سبب ليه بعمل مسبب لزيمة لأن ممكن توقيت توقيت اللقطة دفسه كثير من فيها خمسة اتنين مفهوم مفهوم إنها مش سبب خالص بالضبط يعني وده اللي أنا بقوله لجمهور الزمالك أنا بشوف يعني عن نفسي ممكن عشان منحازل إن أنا واحد من جمهور الزمالك هو جمهوره عقلاني في الأساس ما بينقش دايما الحالات دي غير لما بيبقى عنده حق أما في الحالة اللي بيبقى عادي حتى بتتقبل إن الحكم ممكن يخطئ أو يصيب طالما الموضوع في النطاق اللي هو ما فيش فجاجة أو ما فيش معيارين متطبقين وتعبت بوص وتقول يا ده الحكم مسلا مستزح ما اللقطة سريعة لا بنتقبل كل ده بنتقبل لعبة كرة القدم بكل اللي فيها إنما ما بنتكلم عن حالات تانية بتبقى فيها حالات تانية تستحق فعلاً فيبقى ساعتها يعني حنطالب كده إن أنتم تتاهمة جبنة بتاخدوا بلتكم من كلامنا ساعتها يعني يلا أنا أجي في مرة أقول لك إن التحكيم يبقى أسمع كلامي لأن أنا خسران هوم المنافس بتاعي ما بقولكش التحكيم بقول لك فنياً وتعالي بقى نشوف فنياً يا عطا خسرنا ليه وخسرنا إزاي وإيه اللي إحنا بعد كده ما نعملوش عشان نتجنب ده يعني إيه اللي إنت شفته فعلياً كده في أرض الملعب أدى السبب الأساسي اللي الزمالك يعني ما كسبش المباراة بيه لأن خصوصاً لو بصنا بص حواريك بص قبل ما حواريك الإحصائيات بتاع المباراة إنت ما تحس إن الخمسة ثلاثة دي تحس إن هي مباراة يعني إيه في الدورة الإنجليزي طيب إن هي الواقع فيه مباراة للزمالك والأهلي أفضل من كده بكتير خلصت واحد صفر واثنين واحد وكلام من ده وكتفيها فنين كتاحسن من كده دي إحصائيات الشوت الأول اللي خلص ثلاثة صفر برضو مش إحصائيات شوت يخلص ثلاثة صفر اللي هو ثلاث تزديات من أربعة خلي بالك منهم تزديدة ضربة الجزاء اللي هي إيه ماهيش فرصة يعني هو المسلوسي أخطأ في النوع عمل ضربة الجزاء يعني إنت فاهمه يعني الأهلي غير ضربة الجزاء شطنات كور جاب ونين بالزبط يعني إنت فاهم عرضيات ستة خمسة اه رقني يعمل تنين واحد مش ماتش يخلص مش مش ده شوت مش ده شوت بتاع فرقة نزلت خسرت ثلاثة صفر لا لا أنت عايز اناك هذه الحاجة بسيطة يعني وله نشوف phonete حسائيات الد optimal وسيط أقولك الكصة تي الزمالك سدد عشرة سجل ثلاثة اهداف الاهلي يسدد أربعة وب altre منهم على المرمى الزمالك عشرة طبعا سدد اربعة على المرمى قدر برضو كان عندوا قدرة أنه يعني فاعلية كبيرة بالتالي الإحصائيات يعني ما تقولش الماطش ده يخلص خمسة ثلاثة مش بنقول خمسة خلاص خمسة حتى الثلاثة جوان فنين خلينا نعترف يعني الأهلي هو الطرف الأفضل وفوزه كان نتيجة عامل الفنية ولكن حين مش مباراة خمسة ثلاثة مباراة ممكن ثلاثة اثنين اثنين واحد لا يعني حاولك حكم السورة دي أنت عارف الأهلي في مباراة كان أفضل بكتير من الزمالك فيها وما درش يكسب بالنتيجة دي فدي ده اللي أنا عايز أقوله أن الزمالك الأهلي ممكن في مباراة سيطرة على الزمالك وحاصروا وقدروا وممكن لكسبة من صفر وخلاص مش بخمسة خمس أهداف كتير طبعا في مباراة العادية حتى مش في مباراة الدرب حتى حتى تيجي الزمالك يعني الماطش خمسة ثلاثة ده وأنا بقولك أما تشوفوا تحس أن هي مباراة يعني الدنيا كانت فيها فرص كمية فرص والعارة تشالت ما فيش الفاهم اللي بتيجي كب بتروح يعني اللي بتيجي كده بتلبس على طول الأنتربي كده بروح في الجونة على طول لا ده حتى الأكس جي الأكس جي النهاردة الأهلي ثلاثة أوروب والزمالك واحد ستة وسبعين تبا أنت تقولي أنا لقرب ما كنت تطلع ثلاثة أثنين زي ما بقولك الأول لا ما كان عندها سنة الزكاة حتى ضربة جزائي الزمالك على فكرة كان ينفع تجنبها يعني كان ممكن كل حتى أكرم اظن مش عارف بقى مش فاكر يعني حتى فعلا ما كانش محتاج أنه يعمل عرقالة لكن في حاجة بخصوص الأكس جي الأكس جي دايما هتلاقي مواقع كتيرة بتباين اللي هو تلاثة أوروبة واحد ستة وسبعين دي بس بعد كده عشان يوريك أن ضربة الجزائي خليفة تقريبا الأكس جي بتاعها أغلب المواقع من خمس وسبعين في المائة اللي أوبوينت خمس وسبعين لغاية 8% اللي هي أوبوينت إيت فالأهلي لو شلنا منه فهتلاقي موقع كتيرة بتحط إيه عشان خطر يوضح لك أن الأكس جي لما بيبقى في ضربات الجزائي بيعليه جدا من فرص ما شوف نهاية فلو شلت بتاعة الأكس جي بتاعة الأهلي اللي هم حوالي واحد بستة من عشرة سواء واحد بستة من عشرة هتوصل مثلا لواحد ونص وإذا ما لك شلت منه الفرصة بتاعته يعني تقريبا واحد ونص واحد من غير ضربات الجزائي الأهلي كان أفضل نتيجة كبيرة على اللي شوفناه الفرص نتيجة كبيرة على الأكس جي نتيجة كبيرة على حجم السيطرة الأهلي كان أفضل في مبارات أكتر من كده بكتير وما سجلتش عدد بيه من دعيبا الأفضل يمكن ضربات الجزائي حتى في ساعات ضرب الجزائي أنت بتبنى هدف يعني ساعة المدافع خلاص مثلا إيه الكرة دي راح أجون والمدافع عمل تصرف متهور أو حاجة أو عمل ضرب الجزائي عشان يمنع هذا لا التالت ضربات الجزائي اللي في المباراة الاتنين اللي على الزماني واللي على الأهلي هي مش فرص أهداف هي ضربات جزائي نتيجة أخطاء من اللعيب خط قرار خاطئ في توقيت ما كان ممكن تجنبه المسلوس كان في اللقطتين يقدر يتجنب ضربة الجزائي وده حننقشه وحتى اللعيبي اللي عمل ضربة الجزائي على سيف الجزيرة كان يستطيع نتجنب إنه هو يخش جوه المنطقة ويعمل تاكل لا يعني أنت طاقف على رجليك في الحديد أو اللعيب يعني ما تديش المساحة دي لأنه ما كانش في فرصة تقريب كركة تحت رجلي بالزبط الدنيا لسه بدري والبسطوسي بقى تضربتين الجزائي بتوه كان 100% كانوا ممكن تجنبه حنقشهم طبعا في اللقطت فنيا بقى اه بالزبط حنقشهم في اللقطتين فنيا بقى فنيا بقى أنا بشوف إنه الأهلي إحنا قلنا بنتكلم مبارح على فكرة 4-2-1 ولا 3-4-2 3-4-2-1 في المبارحة دي من المناسبة حوالي 3-4-2-1 وحنشوف القصة دي ليه لكن يعني أعتقد أن زمانك تعامل مع المبارحة بشكل خاطئ من البداية الضغط العالي اللي ممكن أكون أفهمه لكن الضغط العالي تم تنفيذه بشكل خاطئ وشكل متطرف جدا زمانك عمره ما ضغط بأنه أوباما يبقى جنب عمر سعيد بالشكل ده تعال لك ده حتى نشوف لقطات معنا اللقطات دي بتوضح لك أنه الضغط العالي تحس أنه كان بتطرف شديد جدا بس وقف هنا وقف هنا أوباما في العادي كتير جدا هو بيفسك الارتكاز أنا بحبه جدا عشان حتد مساند الطارق وإمام لما أنت تخسر أوباما في الارتكاز يبقى أنت إيه طلعت لعب من الاتنين اللي هم طارق إمام عشور وطارق حامل أنت خسرت الاتنين أي كرة سقطة يبقى أنت كده حطيت خط الدفاع في مواجهة مباشرة مع لعبين مهريين لعبين سراع وهكذا أنت أوباما كمان في العادي لو حطيت لعب آخر جانب عمر السعيد لو على قلبين دفاع حس أن أنت تغلطهم حس تعملهم مشاكل لكن هو دايما عنده مهرب عنده مدفع التالي لما أنت كده هتفضل تجي تلعيب رايحة جاية رايحة جاية من غير فعلا فرصة حقيقية من الترجيب حجيلك في الكلام أنت دلوقتي لما طلعت طارق سواء اللحظة واحدة طلعت طارق وطلعت إمام عشور الأهلي لي كنت أقول لكم 3-4-3 تحولت 3-4-2-1 3-4-3 بيبقى الأجنحة متطرفة لا الحقيقة أن أفشة كنت أكلمك عنه ليه مفترض أن الأهلي يتحول لـ 4-2-3-1 عشان أفشة لعيب خطير في النص أفشة كان على الورق لعيب جناح أيصر لكن هو في الحقيقة كان كتير جدا بيسقط في النص عشان يستلم الكرة وورا الاتنين بتوعنا بيستلم الكرة في مناطق خطيرة وبالتالي ده عمل مشاكل كمّل كده مع اللقطة إن أفشة بيستلم بيهرب الكرة خلاص هرب برا خاص طلعنا أوباما اللي هو لعب مهم جدا في الضغط كمّل تاني وقفشة برضو بيحاول لعب في النص اللي هو إيه انت خسرت طارق وإمام عشون كنت عمدهم بقى المساحة اللي هي في الشمال دي مساحة أمنا دائما لنقل الهجمات بقى نظر دي ما انتهتش بهجمة بس انت في الحقيقة العقلية الموضوع بص هنا برضو عمر السعيد طالع بين شارقي طالع أوباما طالع طب ما أنت بتخسر لعب أنت كده بتضطر طارق وبتضطر إمام عشون هما يطلعوا يواجه أي كرة بتتخلص خلصت خلاص أنت عندك دايما خطورة مستمرة اللقطة اللي فات لو تلاحظ في العادي إحنا ممكن نضغط بنشارك عايزك تشح نوت بنشارك ولا كان قدامي خليفة ولا كان نوت الفكرة دايما سيحنا بنطالب دايما بتقارب الخطوط في فرق بنتقارب الخطوط وبين أنت تعمل الأهلي إما لعب البنك الأهلي والبنك الأهلي يعني كان مقفل بنفسه كويس بنك الأهلي عبارة كبيرة ولعب على التحولات أنا أصدي إيه أنت كنت الأهلي يجيد الخروج بالكرة على فكرة أما بصينا فكرة أننا بارع بقول لك ما بيعملوش براغوات كتير لا هي نقل السريع فأنت ريحتهم أنت بضغطت عالي اديت لهم المساحة اللي في ظهرك اللي تخليه تمكن من صورة هجمات خطيرة عليك واستنزفت لعبتك تم بنك الأهلي كتير جدا كان بيضطر يمرر لعلي معلول وأكرم توفيق في المناطق المترجع ملعب وعلي معلولك كتير جدا يضطر يلعب لبيرسيتاو لأن الأجنحة محاصرة تماما أنت في الوضع ده خليت عندك أكرم توفيق وعلي معلول مهرب بعد خط الضغط تبقى كتير جدا بعد ما الكرة تخلص لأنه أكرم توفيق سابق بين شرقي لأنه هو خلاص هو أصلا بالشغل نفسه بالكرة بينما بين شرقي الواحد من اللعبين المتطرفين في الضغط عندك عدد كبير جدا من اللعبين وبيستمرها تبتخسر في الكرة الواحدة أربعة خمس لعيبة بالظبط يبقى الفريب يدفع مثلا بخمس لعيبة بيفعله خمس لعيبة يعني تبقى متطرف جدا في النقطة دي وفي نقطة ولو أنت بدأت وحسيت أن كرة وإن الأهلي تعامل معها بنجاح في جوه الموتش أنت كمدير فني ممكن خلاص بتبقى عندك كذا سيناريو ومحضر اللعيب أننا بدأنا هاي لاين وضاغط خلاص أنا أبتدي بعد كده جوه الموتش نفسه ملايتي الأهلي بتعامل معها بسهولة وأنا ما بقدرش أقطع الكرة في مناطق خطيرة كان ممكن أغير أبو الزبط كده اللي هو أتراجع يبقى اللعيب عارف أنه هو مثلا حقابل وراء شوية بس فالحقيقة أننا استمرينا في الوضع ده تعالي نكمل اللقطة برضو هتلاقي الهروب بالكرة أي كرة بصة طويلة خلاص بس أنت أتكسرت كل عدد اللعبين دي وبص اتنين خلاص عالي معلوم وهديت الكرة خرجت الكرة بضغط لكن وهنا المساحة استمر بالشارع لو أنت اضطررت خلاص بيجأت مساحة الأمينة اللي كانت هنا مساحة الأمينة أطراف الأهلي كان بيضغط بص أحيانا أحيانا كان ياللي بيحصل لما بيكون فيه ضغط إلى حد ما كويس ومتوزع بشكل معقول كان ياللي بيحصل حمدي فاتحي كان بدل متحول من لبرو وبعما دايما مركز مفترض يركز مع الارتكاز وخصوصا أن أنا كتكلمت مبارح عن فكرة أن بدر بنون أي من أشفاء حياتي بيطلع بالكورة بدر بنون ما بيطلعش بكورة رغم أنه لعب مميز في العائد ما بيطلعش بكورة كتير في التلاتة دي رغم أن التلاتة المفترض قلبين الدفاع بيتقدموا بالكورة كتير فأنت مش بحتاجة تضغط على قلبين الدفاع أصلا أنت أهم حاجة عندك لعب الارتكاز أو اللعب اللي ينوم عن اللعب الارتكاز اللي هو كان حمدي فتحي في اللقطة دي اللي برضو طلع خط الضغط أنت بتخسر عدد اللعبين مجانا وبإرهاقهم زي ما أنت تكلمت فكمل على طول حتلاقي أن أنت خطوط ضغط عمالة تطير منك بصوا كل المساحة دي في اللعبة خطوط بتبقى كتير برى اللعب برى اللعب مستمر الأفشة بصوا إحنا قلنا تلاتة أربعة اتنين مش على أطراف خالر اتنين أفشة وبيرستاو قريبين جدا من بعض إلى حد كبير مش في الطرف ومحمد شايف طبعا بيستلم الكرات اللي إحنا عارفينها اللي كلمنا عنها البارح وإن كل ناس عارفوا فكرة الكرات الطويل أنت خليت عندك فوضى خليت عندك لعيبة بتخسرها مجانا في خط ده والحقيقة أنت كستش تقريبا ولا لقطة لو نفتكر مش فاكر أن الزمالك عمل خطورة من قطع الكرة في نص ملعب الأهلي طول الشوطة الأول على الأخير إن هو الآله فريق خلينا نقول بس يعني ما لنا وما علينا الآله فريق يجيد التمرير هو بيعرف يلعب يلقل الكرة بشكل كويس فأنت الضغط العالي ما بيربكش الأهلي على عكس التحولات السرعة هي اللي بتربك الأهلي اللي إنت ممكن تقطع الكرة في أي منطقة من اللي ملعب حتى لو في منطقة دفاعك وتنقلها بسرعة على منطقة دفاع الأهلي في فرق بين أن تتحول بسرعة وبين أن تقطع الكرة في مناطق خطيرة الأهلي مش من الفريق اللي اللعبة فيها بتاخد ريسك كتير بالكورة احنا فاكر مبارع كنا بنقول عدد المراوغات في الأهلي الموسم اللي فات كان التالت من تحت رغم أنه هو فريق بينافس على الدول هو كان المنافس الرئيسي فالأصد في كده هو ما بيدي لكش الميزة أنه هو فيه كتير العبية بتاخدش الريسك لأ حتلاقي نقل سريع وتحركات كتير من غير كورة فأنت أي حاجة في الكورة بتدفع لها تمن الفاتورة وما بتاخدش يعني دفعت تمن المشتريات وما استلمتش المشتريات بتاعتك يعني أنت إيه دفعت روحت محلة دفعت تمن تمن الحاجة وما خدتش الجايزة ما خدتش اللي أنت اشتريته أنت اضطررت جدا في الضغط يعني أنا ممكن نقول ضغط العالي العادي أو الضغط بالكومباك طبعا عشان ما تسيبش المسافة اللي شفناها دي الضغط ده كان ممكن يعدي ممكن الأهلي يدفع تمن أحيانا في بعض اللطة بما أنه ما جابش فعالية ما يقاش متطرب بالشكل ده عشان ما يكونش فيه اللقطة اللي شفنا زيها ما يصلح لطلاع الجيش ومواجه كده لم يكن يصلح لقاء النادي الأحلي بالذب التطرب يعني أنا مش بعيب في الضغط العالي باستمرار مش على طول الخط حتى قدام الأحلي لكن ضغط عالي مدروس محسوب ما يكونش فيه اللي احنا شفناه بس خلينا نقول برضو أن الكرة لعبة فيها توفيق طبع وحتم توفيق يعني زمالك أول عشر دقاية كان إنجيم مش بغضل نظر عن استراتيجية الدفاع اللي هي ضغط عالي والكلام ده كله بس الكرة ما كان بتبقى في رجل الزمالك عادي يعني كان فيه كرة بين شرقي ممكن يعمل منها فرصة اللي هي تلعبت كان دخل خبطت في رجل حد تلعي الجنب أيام الشناوي كان في وعدة على البريدة قريب كان حطاه بالضبط لا دي بتاع غير بتاع عمر السعيدة وكان بيحاول يمرارها خبطت وراحت كان بيحاول يمرارها خبطت وعد تيجي بقى التوفيق اللي هو في الكرة كتير يعني هو صحيح خلينا نقول ايه يعني زي ما كنا بنتكلم في كل لحظة التوفيق بيبقى نتيجي مجهود شوي كان فيه خطأ في الزمالك زي ما قلنا كده في الضغط في كرة دي هانج بس كان فيه توفيق كبير يعني الكرة لعبة فيها التوفيق كبير كبير يعني زي ما نقول خلينا نرجع تاني فوزنا موسم القبل اللي فات تلاتة واحد لو تفتكر فيه كرتين كانوا جام لباجي واحدة جام بالقايم كان ممكن تطيق ديكس داريو تاني ده اللي حصل النهاردة ليه كرة بتاع دي هانج دي شوطة وخبطت كان ممكن تعدي خالص طيب نحن نشوف المجهود اللي كان قبل لقطة دي هانج عشان نوصف ايه اللي حصل في اللقطة اللي جي منها لأ قبلها ابدأ اللقطة من الاول خالص من فاضلك تاني عشان نشوف لا خلينا نبدأ من واقف لحظة ووقف لحظة فين هنا قفشة مع مين؟ أوباما بصة بقى اللي بيحصل بمشي بالراحة بالراحة هتلاقي أوباما واقف وقفشة هولي بيكاد تحرك المجهود أوباما أوباما اللي هو اللعب الأسر راسم اللي هم يشوف بيه دوب يرجع أوباما خرج من اللعب أوباما بيستيلم في النص اللي احنا عملين نحذر فكرة انه أوباما في النص لعيب خطير استمر التناسق ما بين لعيب الاهلي فين بصة محمود علاء ساي مسافة ليه مع محمد شريف ساي مسافة كبيرة محمد شريف ليه؟ يستيلم محمد شريف يكسر ده خط ضغط تاني خلاص ديانج بقى هو موجود في الصورة بعد كده زي ما قلنا التوفيق لكن قبل كده كان فيه عمل من لعيبة الأهل قدر ان هم يتخلصوا من ضغط بكذا مرة أفشة بص وصل لغاية فين أوباما كان فيه في النهاية الديفليكشن ده توفيق برضو أنا شايف ان ابو جبل كان محتاج يشتغل أفضل من كده أبو جبل ما كانتش في أفضل حالاته في الموتو بس الجون الأول بالذات أنا مش شيره خلاص ابو جبل هي فيها يعني ايه؟ هو قدريا دعناه نقول شيئا إذا مالك أخر مثلا 3 مباريات قمة الواحد صفري دي يرجع منها يعني إخنا في الشام ورجعنا من واحد صفر الموتو ستخسرناها في 2 تم اعتنين واحد 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 ولمايتو بتاع الخلص واحد واحد في الدور الدوري الطاني رجعنا من واحد واحد وبعنة لتاني إن واحد صفر لم تكن الكارثة بدليل هاجبلك إن بعد واحد صفر إذا مالك عمل هجمة خطيرة جدا بقى مانتي », مفترح بالموضوع كان لازم يفضل عند واحد صفر يعني هي دي اللقطة نتيجة معالكة تعال نشوف كده يعني زمانك بعد 1-0 نفسه كان لسه في الجيب تنادر جدا لما في فريق بيرجع من 2-0 يعني في مبارضة هي دي خلينا نشوف الأول دي نتيجة 1-0 ليه زمانك ملعبش الكورك دي كتيرة على طريق 3-4 هو هنا عمر كان لازم يستغل يعني مفترض أكرم توفيق رغم أنه هو أفضل محمد هاني بس مزال برضو كان يعتبر صغر حتى نشوف تاني اللي زمانك لقى بعد صغر يعني خلينا نرجع للكورة دي تاني دي كورة كانت ونتيجة 1-0 أنا قصدي أنت لسه في الجيم يعني أنت لسه في الجيم هي كورة كانت تسمح وكانت ممكن تتكرر أسناء المباراة يعني أنت فاهم أنت عادي 1-0 وانت الزمالك ورجعت 3 برات انت ليك تاريخ من الرجوع في آخر حاجة أنت بترجع من 1-0 الصرف كان سائي جدا عمر السايد بس الصرف بقى الأسوأ بقى اللي أنا أعتبره يعني إيه إحنا مش هلش لعب نتيجة مباراة ولا أي حاجة اللعبة دي مكملة معنا طول السنة وبندعمها بس لازم نعترف أن فيه لعيب ساعات ما بيبقاش في يوم طبع اللعب اللي النهاردة كان مش في يوم واللي إحنا بنقوله لأ فيه عندك أحسن من كده بكتير كان حمزة المسلوسة نعشى النبي وقت فيه حمزة المسلوسة وحنرجع نشيد به لما يدينا مستوى أفضل ولكن حمزة المسلوسة القرار بتاع ضربة الجزاء بتاعة 2-0 هو قرار كارثي طبعا يعني فيه لقطتين في المباراة دول يعني بخصوصا بس يا لقطة ضربة 2-0 دي أنا قلبي مش بيسمح بسهولة يعني خصوصا أن أنت عامل غلطة ما لهاش أي لازمة تعال نرجع كده نبص عليها تاني هو واقف غلط واقف غلط من البداية معلول بيتحرك في ظهره ظهره بالزبط ماشي عدك عدك سيبه خالص حصل كذا مرة عب علي معلول لا أنا حور رهلك بقى هالتاني بقى لعيبي الأهلي أكرم توفيق نفس الكورة بالزبط أشرف بن شارقي رجع به أكرم السنف صح الصراحة عادي يرجع أشرف توفيق يرجع أشرف بن شارقي عملت دمج بين الاسمين هو ده كان التصرف أنا تخييري أنه ممكن المسلوسي دخل في تحدي كان دخل في تحدي اللي هو علي معلول دولي وداولي وباك وباك وكده أنا عايز مش عايز اتفاق عليا فالله مش هتعدي بس طبعا حدك هنا لا إرجع سنة كرة الجون الثالث هو برضو الباسك هو كان أسهل يعني هنا في غالية غلطة ثلاثية بين الوينش والمسلوسي وعلى هنا برضو نترجعش كرة بتنط يعني غلطة ثلاثية بينهم الثلاثة دي الكرة اللي انتهت للأسف بهدف الثالث للنادي الأهلي نيجي برضو راح بقى ضربة الجزاء اللي هي تعتبر وساعد بقى الفارق وما كانش لها أي لازبة يعني اللعبة كلها بتاخد بالها من الكرات دي قوي يعني بسرعة هو كان مشتت الزهن كان مشتت الزهن أي يعني كان مشتت الزهن ونتكلم المفترض أنه كان يحصل تحرك بحاجة زي كده لكن إن شاء الله بعد الفاصل بعد مخلص كده تكلمنا عن الشرط الأول نكلم عن الشرط الثاني لكن بعد الفاصل ورجعنا لكم مع فن وهندسة وجزء تاني من الفقرة الفنية اللي بنقاش فيه أحداث مبارات الزمالي والأهلي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن سوء مستوى حمزة المسلوسي اللي في رأيي ورأيي خليفة أعتقد أنه كان يستحق التغيير أعتقد مش عيب أن أنت تطلع لعب ما يكونش في يوم ودي بتفرق قوي كتير وفي لعب آخر برضو ما أظن شون هو كان في يوم اللي هو عمر السعيد قلتلك سف الجزيري يمكن يكون هو أفضل مش عشان سوق عمر السعيد أو شيء لكن سف الجزيري مناسب لكل الظروف مناسب لكل السيناريوهات المبارات عمر السعيد طبعا وإحنا بنشوف اللقطات اللي ما كانش بموفق فيها خليفة أنت ساعات ما بتكونش قادر تسيطر على المبارات فبالتالي سف الجزيري ممكن يكون حل ليك في المساحات حل ليك في المناطق الديئة بالمالعب عمر السعيد بقلتش تتصرف في حاجات بإيلا جانب الفرص اللي أطيحت لها خليفة في المبارات كان فيه فرص ممكن يتصرف فيها أنا بقرر في الموضوع بقى تصلب عند رأيي ولكن أنا بقولي ما دي التغيير إحنا كارتيرون عمل تغييرات تغيير مصافحة حتى من أفضل حاجات اللي عملها كارتيرون ولكن زي ما أنت بتعمل التغيير علشان بتقلب حاجة تكتيكية التغيير برضو ممكن تبدل لعب مركز بمركز لمجرد أن أنت بتصلح اللعيب اللي مش في يومه يعني إحنا زي ما قلنا كده كان عمر السعيد وأبو جبل شخصي أنا في رأيي أنا عمر السعيد حتى أبو جبل والمسلوسي التلاتة كان باين من بداية المباراة أنه ما كانش في يومه فكان مع تغييرات عمر السعيد مع تغييرات مصافحة حلية تغييرها متميزة جدا أعتقد كتاللعيبة دي محتاجة تتغيير أبو جبل ما كانش في يومه قوي ممكن الجنة الأول رغم أن أنا مش بشاهده أبو جبل بس يساعد في الحالة النفسية لأبو جبل عارف أنت إحساسك أنه كرة بتغبط وتروح خطة فيك رغم أنها فنيا مش بتاعته يعني هي فاتة وفي بس يعني الكرة سريعة وكل حاجة بس دي سبب أنه ما بقاش فده اللي أنا كنت حتى بين الشوطين كنت بقول ما فيش مشكلة أنه أنت تنزل الحرس التاني اللي مش حاسس أنه عنده مشكلة يعني حتى الجنة أبو جبل لا أبو جبل تطلع أقوى من كده وده بقى الجنة اللي أنا أعتقد أكبر غلطة لأبو جبل في المباراة الكرة مش قوية متوقعة جدا أبو الزبط وفي البعيدة خلينا نقول أنها ما كانش أفضل مباراة لأبو جبل وأنا عايز أقول حاجة تغيير الحارس ده أمر عادي يعني أنا أبو جبل المسلوسي عمر السعيد كان ينفع المدرب يكون رحيم بهم أن أنا شايف أن اللعب مش في يومه أديله 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 بريك وخصوصا أن فيه نقطة بس العناصر التانية اللي موجودة ممكن معادة المسلوسي هي عناصر جيدة برضو يعني عوال حارس جيد سيف لعب ممتاز ممكن المسلوسي بسبب إيقاف حزم إمام خلي بالك برضو اللي مالوش معنا نفس إيقافش كبير اللي مالوش معنا في العدات بتاعته 3 من 4 في الوقت اللي ديانج بيترد أو ممكن يترد أفضل بقى تغيير الكارتيرون كان مصطفى فتحي إن إحنا بنرمي الحاجات دي على المسئولية في المماراة المماراة كانت أهلي أفضل زي مغى الكارتيرون أخطأ فيه إنه هو ما أخرجش العناصر اللي هي أوف دي ممكن كان أفضل تغييراته مصطفى فتحي أفضل يمكن دي الحتة بقى بتاعت العب اللي هو بالعب فيه العبدربي حتى عشان كده كنت عايز عبدالشافي بخبروته يبدأ حتى الجون جميل جدا وإحنا الزهر ومساحة ما كمان في الجون التالت الكرة دي ما كنتش تبقى هجمة غير بي طبعا بص هنا خلصها بحرفانة كبيرة بص عد الكرة بشكل ممتاز جدا عد المساحة لزيزو ومنها جه الهدف ففي لقطات مصطفى فتحي أظهر فيها شخصية كبيرة وكان ممتاز جدا أنا عايز أقول حاجة بقى عايز أقول حاجة وأنا بتفرج مع عطا وأنا بتفرج مع عطا حقا أنه متفرج سوا قال إيه بعد والنتيجة ثلاثة واحد كان هو حتى وزمننا حمود فتح اللي اتنين كانوا نفسهم فعلا وخصوصا عطا عطا بيقول لي أن اللبسي في وقت مستقطع بعد ثلاثة واحد بعد جوم مصافة فرحي مدارب الزمالك يوقف اللعيبة اللي هو أنا مش محتاج أزود الضغط قوي متاخدش الرزق أصبر عشر دقايق وبعد كده تماسك خليها ثلاثة واحد شوية يعني خليها ثلاثة واحد شوية بس كم تمنيت أن اللعب تكرت قومي زي بقلعاب التانية البسكت واليد وكده اللي يكون فيها وقت مستقطع المسلمين من الناس خلي بالك اللي بيتراجع عليه في النتيجة هو بيتراجع لوحده هو الرجل بيتراجع أصلا وإنت عندك قدرة وكفاءة أن أنت تسجل حتى لو مكنتش مسيطر عموراه 100% وده حصل بعد كده ورغم أنت سيطرت طبعا في النهاية وريني كده نتيجة ثلاثة واحد ليه لعبتني برضه لو بدأت اللقطة من الأول معلش لو نبدأ بسرعة من الأول هنا أنت فيه لعيبة خسرانها على الفاضي وكرة على الفكرة كتير بتتلعب كتيرة كطرية لبيرستاو في منطقة فيامسح ليه أنا يكون لسه طالع من ثلاثة واحد يكون فتوحة لأهنين العيد محتاجين وقف محتاجين وقف محتاجين توقف وكنا نبقى أكثر هدوءا ورزانة عشان دايما أنهم يفهمين أن الأربعة واحد مش هترجعك أبدا خلاص في المباراة ثلاثة واحد ممكن واي نقط يعني وخصوصا المسيماني من الناس اللي هي بتكش في الآخر المباراة يعني معظم المباراة اللي خصوصا المسيماني هو بيكش هو على فكرة خاز يعني كشف المباراة دي تعال بقى نشوف بس النقطة اللي جبالي حلم بتتكلم فيها تماسك لعبت الزمالك حتى ونتيه خمسة واحد بتنبق بكارثة ولكن لعبت الزمالك أظهروا شخصية ما حاولنا كتير يعني الكرة دي سبحان الله للتوفيق بقى كان ييجي للنقطة دي في كذا كرة في كذا كرة ضربة الجزاء اللي جابها سيف بزكاء كبير جدا ضربة الجزاء متحقة أماما وتفديد زيزو ليها أنا بشيت بيه طحفة كالعاية وهنا ضايعنا فرص ضايعنا فرص في كذا فرصة ضايعناها أو أشباه فرص على الأقل يعني كنا مقتلين وكنا بنحاول نخط وخدنا مخطرة وخطرة كممكن تنزل بكارثة فكرة مستوى فاتحي أوباما قدام طريق حامد دي كان فيها مخطر لكن الحمد لله يعني جابت أثر إلى حد ما ونحن عدنا في النتيجة أقللنا من وقت النتيجة خلينا نجمل يا عطا عشان احنا خلاص يعني خلينا نجمل أن ردة الفعل اللي أظهرها لعب الزمالك حتى دي انعكست على تحية الجمهور ليه يعني أنا عايز أقولي أن جمهور الزمالك بعد نهاية المباراة وقف وحيا لعبته ممكن مشهد ساعات في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش بس أنا بشوفه برضه مشهد إيجابي في النهاية إن الجمهور بيقولي لعبت الزمالك أنا شفت منك ردة فعلة في المباراة مش أفضل حاجة ولكن عايزة منك في بقية ومش تبطابة دي مش تبطابة دي احنا بقولك عايزك عايزك ما حصل بتحاول صالحنا مع واقف التنفيذ زي ما قلنا لغاية لما نشوف إيه اللي ممكن يحصل من الزمالك أو من لعب الزمالك في الفترة الجاية لأن الهزيمة دي لن تمر مروره كرام لو لعبت الزمالك في رأيك كنت ستقول الخليفة بره الهواء لو تبقى كارثة لو أكتر شخص ميبقاش حزين يعني أكتر مني وأكتر من خليفة من أكتر كل الناس لكل شاجعين الزمالك أكتر شخص لازم حزين دلوقتي هو لعب الزمالك اللي بات في بيته يبقى عارف أنه هو ارتكب خطأ في حقيقة هذه الجامهير ومنتظرين منه اللي اعتذار في مباراة القادرة من كده نوصل لنهاية حلقتنا الخاصة من فنه هندسة ولكن هو الزمالك كسبان خسران برضو مكمل معانا ودايما هو أكثر من مجرد تسعين دقيقة أو أكثر من مجرد أي وقت فهو مهما كانت الحالة هو الزمالك الذي يملأ القلب ويملق العقل ويصادر الخيال نشوفكم الخميس الجاي في يوم يكون أفضل كتير من النهار شكرا لكم